السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبتي الغاليات كديرين لبس عليكم اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم في الدرس السابق اللي كنا صوبنا فيه الغلاف دي المصحف الكريم كنت وعدتكم ان انا قد نعطيكم الطريقة باش تصوبوا الورود هاد الورضة بالغرزة المنتفخة يعني هي سهلة جدا وبسيطة يعني ما تاخدش معكم بزاف ديال الوقت ممكن تصوبوا عدد كبير في وقت واجيز قد نقادهم معكم ان شاء الله تشوفوا معايا يعني ما غديش نحتاجوا الخيوط بزاف قد نحتاجوها هاد الخيط يعني اي خيط اي نوع ديال الخيط المهم انه يتماشى مع الرقمة الصنارة اللي عندكم وغدي نحتاجو لصنارة فقط وحسب اذا كنتو بغيتو تحطو فيهم خرزات ولا شي حاجة هنايا خرزة ولا كريستالة انا كان غالبا كان لسقها غرب الشمع ولكن هي راكينين الخرزات اللي كيتخيطوا يكون احسن ولكن انا كان نختصر الوقت كان لسقها غرب الشمع هنايا قدي تشوفوا معايا بداية قدي ناخدو الخيط وقدي نعملو غرزة يعني عقدة البداية شوفوا معايا عقدة البداية سهلة جدا هالي لان بعض البنات قالوا لي ان الطريقة باش كان خدم ما كيف هموش عقدة البداية بسهولة انا قدي نخدم معاكم عقدة بداية سهلة سهلة جدا كنت شاركتها معاكم في الدرس في الاساسيات بروشي هي بحل هكا كتشتو كتعاقدو عقدة بحل هكا بحل اللغة تربطو الخيط بهات الشكل هادا وهادي هادي عقدة بداية بهات الشكل هادا هاي عقدة بداية وكنبداو نعتبر هادي هادي شد هادي هي ونعتبرها هادي رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نخدمو خمس سلاسل وكننا رجعو هنا البداية آآ بداية العقدة اللي كنا قاعد دينا لانها زيارتها شوية ما كد تدخلش الخيط مزيين غدا نخليها بحلقة وغدا نمشي هندير آآ منزلقة منزلقة هي يعني بحلقة نشدو الخيط وكنسحبوه ديريكت ما كنديروش آآ غرزة حشو وحقو دابة غدا ندير غدا نعمر هادي بغرزة حشو باثناشر بغرزة حشو ورزة الحشو هي هادي واحد هاتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانعة تسعة ستة عشرة حداعش اتناعش اتناعش مرد سحب الخيط بدنا بها نسحب الخيط ونعمل منزليقة بهذا الشكل ونطلع اربع سلاسة اتناعش واحد واثنين. سوف نقوم بعمود بلفتين. سوف نقوم بعمود بلفتين. سوف نسحب الخيط واحد. سوف نسحب المرة الثانية ونقوم بعمود بلفتين. سوف نقوم 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 بعمود بلفتين. سوف نسحب الخيط نسحب مرة تانية هادو اربع عوامل بقلي واحد هادو خمسة هادو خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ونسحب الخيط ونقفل بغرزة ونكمل اربع سلاسل واحد اعتبر هادو واحد اثنين ثلاثة اربعة وننزل هنا ونخدم بهذا الشكل غرزة حشو غرزة حشو ونرتفع ونرتفع هنا غرزة حشو ونرتفع اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة ونكرر نفس الشغل اللي خدمته هنا كنعود نكرر نفس الشغل كنلف لفتين هاهم ونخدم هادي هنا ونبدأ في هادي باش نخدم فيها هنا ايه زائد هادو العامود اربع عوامل كنعتبر انا هادو عامود هنا ايه ولكن هنا قد نخدم في اربع عوامل اربع عوامل بلفتين واحد اثنين ثلاثة اربعة هادو الواحد هادو خمسة خمس عوامل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ونسحب الخيط منهم كلهم بهذا الشكل واشتغل غرزة واكرر نفس الخطوات نفس الخطوات غدا نكررها تنكملها واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة لفتين وعمود واحد اثنين وعمود اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة وعمود ونسحب الخيط. وهكذا واحد اثنين ثلاثة اربعة. وهكذا اللي علينا نخلص هذه ان شاء الله. يعني بنفس الطريقة كنمشي وتنكملها كلها. اشتركوا في القناة هادي هي كملنا الوردة ديالنا. تجي بهذا الشكل. هنا وكن قطع الخيط. وكنسحبو هاكا. من بعد ننظف الشغل. الشغل كننظفوه بهالطريقة هادي كده رجع الخيط من هنايا. وغادي نسحبو اللور كننطلعو من اي من اي محل بحال هاكا. كنطلع هاد الخيط اللور ديال وردة. بحال هاكا. باش نغرسوه في الخيط. كنغرسوه في الخدمة. في الخدمة الداخل. ما كيخرش. ما كتخافوش منه ما غديش يطلع نهائيا. وهدا الطريقة هادي انا ما اعتمدها في الشغل ديالي كله. كننظف شغل ديالي بحالوه. كيبان نظيف جدا. وفي نفس الوقت كياخد فترة طويلة كيبقى. ما عمرو ما كيخسر معاكم نهائيا الشغل ديالكم او كيك نقولو يتسراب او اا يعني يتفك لكم الخيط اللا ما كيتفكش نهائيا. هاد حتى وغادي نحاول نخفيه هنايا. من بعد نقطعه. هدا ديال بداية بداية الشغل. تافك. بهد الشكل. وكنننظف شغل بحال هاكة. ايه لكننا غد نخيطو هاد الوردة كنا غنخيطوها على شي حاجة. نخلو هادا الخيط طاويل. شوية باش نخيطو به. بالابرة. انا لاناني قلت لكم انا قد نستقن بالشمع. ما غدش نحتاج للخيط. وهدي هي الوردة ديالنا. كيك تشوفو معايا هادي الورد ديالنا. كنت من ان الدرس يكون موفيد ان شاء الله وانكم استفدتوا منه بزيف. وطبعا انا يا خدمت معاكم هدا فقط للمبتديئات. اه وطبعا تخدمو بخيط يعني دائما كنقولها لكم. اه بالنسبة للمبتديئات خدمو بخيط رخيص ما تحاولو ما تخدموش بخيط غالي. باش حتى لا خسر لكم ولا شي حاجة ما كنت ما يبقاش فيكم. يعني ما ما كيكونش خداليكم اه فلوسكم ولا شي حاجة. يكون اه هذا. وهاد الوردات اناي قد ديتهم هذا بهذا الشكل بهذا الخيط هذا. اه لانه اه كيف كتعرفونا محتاجاهم الكتاب. فا يعني هذا اللون هو المتوفر عندي. اما هم مخدموهم بالوان مختلفة. ممكن انكم تطوبوا بهم مفارش. اه كيصلحوا بحلاكة تلسقوهم مع بعضهم. يعني هما سوداسيات كل ثلاثة بحل هاكة. كتخدموهم بحلاكة. ان شاء الله غدا نخدم معكم شي مفرش بهذا الوردة. اه كيخدمو بهم شوناط مفارش. وورود تلسقوهم على الشغل ديال الكروشي. يعني كيصلحوا البزاف ديال الحويش. وغدا نشارك معكم وورود كتير سهلة. وفيها انواع مختلفة بزاف. لتقدر انها تنفعكم في الشغل ديالكم. وان شاء الله انتلاقوا في فيديو جديد يا ربي. وتكونوا بالف صحة وسلامة وعافية يا رب. وكنتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيدة. الى اللقاء. اشتركوا في القناة.